ازيكو حبابي عاملين ايه? اه طيب انا طلع في الفيديو ده دلوقتي عشان نتكلم عن الفترة الاخيرة اللي هي تقريبا شهر ومس. اه في ناس فاكرة او معتقدة ان الامتحانات طالما تبدأ حداشر او اتناشر مش فاكر قوي. اه فاذا هم شهر وعشر ايام او شهر بس. اه لا انت في الاول عندك امتحانات اه احصى وتروي. اللي هي الحاجات اللي بتتضفش للمجموعة. بعدين عندك اجازة ايد الاضحى. اه الفترة دي كلها انت تقدر تستغل لها في مذاكرة المواد الاساسية عندك اللي هي الماثماتيكس. يعني بالنسبة للمواد الاساسية اه تقريبا الماثماتيكس اللي هم اربع مواد او اربع امتحانات. طيب. الفترة اللي جاية اه اللي بقية هي مش قليلة ولا حاجة. اه قبل ما ابدأ اتكلم معاك هنعمل ايه في بتاعت الماثماتيكس او هنستغل الفترة دي ازاي وازاي نتعامل معها ازاي نذاكر. اه خليني الاول ابديك شوية نصايح. انا كتب برضو اسئلة ليكم. طيب اول حاجة ازا اتكلم عنها هي اهمية الفترة اللي جاية. صلوا عندي. الفترة اللي جاية دي اه تقدر تغير او تقلب اللي انت عملته طول السنة. في الحالتين. بمعنى. لو جبنا طالب طول السنة كان بيذاكر كويس قوي. اه بيحل كتير. انا مش بتكلم عن الماثماتيكس. ركز بس معايا كده. ها? ها? ركز معايا. قبل ما هابدأ اتكلم عن ساعتي اللي هو ده مش هيتخطى عشر دقائق في الفيديو كله. اه انا بكلمك عامة لك انت لمصلحتك كطالب. اوكي? معايا مش معايا انا بكلمك لمصلحتك. اه انا بقول لك الصح. اه اللي ممكن انت تكون عارفه بس مش متأكد منه. فانا بأكده لك. ها? الفترة دي تقدر تغير اه مش هنقول مستقبلك عشان هو مستقبل بييد ربنا. والمستقبل مش في درقتك ولا في الكلية اللي انت هتخدشها. المستقبل بيتحدد اه عامل كتير قوي. اه سيبك منه دل الوقت اه بكلمك في الموضوع ده في اخر السنة ان شاء الله بعد النتيجة. او بعد الامتحانات على القلب. الفترة اللي جاية ممكن تغير على القلب درقتك. ازاي بقى? اي مادة. فيزيكس. كيمستري. عربي. اي مادة مش بكلم عن الماثماتيكس بس. كل المواد. لو انت فضلت طول السنة اه كنت بتذاكر كويس قوي مستوىك فيها رهيب. بتاع بتحيل كويس قوي. وجيت اهملت في الشهر ونص الجايين. اللي هما اللي قبل اللي امتحان على طول. اهملك ده للأسف. هيخليك تتضاور في المادة. وكأن كل اللي انت ذاكرته قبل كده راح. ومش كأن بقى. انت فعلا كل اللي انت ذاكرته قبل كده مع الاسف الشديد هيروح. وطبعا هتخش اه مش عايز اقولك اه اخر شهر ونص بس. ده اقسم بالله اخر يومين قبل الامتحان. لو انت في اخر يومين دخلت انا مش بخوفك. بالعكس انا بديك فرصة او بقولك ان الفرصة في ايديك دلوقتي. اه اخر يومين لو انت كنت مذاكر كويس او المادة دي انت كنت شاطر فيها. وجيت في اخر يومين اهملت بشكل شديد. ساعتها لما تجي تخش الامتحان. اه هتحل للأسف وحش. زيك زي اللي بقاله طول السنة ما بيذاكرش. اه طيب. فالفترة اللي جاي. عندك احتمالين. انا بس مش هفعمل الاحتمال التاني بالايدي التانية. في احتمال هنا وتخيل الايد التانية هنا. اوكي? فالاحتمال الاولاني. اه لو طالب زاكر وشاطر طول السنة. وجيه في الفترة اللي جاية دي اهمل. اوكي? ده هيخش في الامتحان. مش هيعرف يحل قوي. اه نص ونص طبعا على فكرة. اللي انت ذكرته قبل كده مش هيروح. بس انت مش هتعرف تحل اه كويس. ومش هتحس المستقى ولا حتى هتقدر تحافز عليه. فالشهر ونص دول. لو انت مذاكرتش حتى لو انت كنت بذاكر طول السنة. او ذكرت بشكل مش كويس. مش احسن حاجة عندك. اه للأسف كل اللي عملته هيتهد. والعكس. لو معاك طالب. اه قعد طول السنة بيذاكر نص ونص. اه مش بيرفكت في كل المواد. في مواد كتير حتى مراكم حصص. اه في دروس عنده فيها مشاكل في اي مادة. بس جيه اخر شهر ونص الجايين دول. لما نفسه جامد جدا. اه بدل مجهود مضاعف. ركز اه نظم وقته. نظم وقته. حط على كلمة نظم وقته دي تلات تلاف خط. مش عارف ليه تلات تلاف ها? حط اه مئت عشرين الف خط خلاص. على حتة نظم وقته دي. لو عمل كل ده يقدر في الشهر ونص دول يجيب درجة زيه زي اي واحد بيذاكر من اول السنة. فانيجي نوصل لنتيجة مهمة او سؤال مهم جدا ممكن يجي في دماغك دلوقتي. ها? الله. يعني يا مصر انت عايز تقول ان اللي زاكر زي اللي مذاكرش? لأ. خب بالك انا محطتش الاحتمال التالت. انا بقول احتمالين. واحد زاكر كويس جدا وواحد زاكر نص ونص. طب اللي مذاكرش خالص بقه. ها? ده مات من زمان. ده زمان ما بيتفرجش عليها دلوقتي في الفيديو وما زاكرش اصلا. هيخش اتفرج على الفيديو. ازاي راجع? خلاص? فده كده كده ميت. انا بتكلم عن الحالتين دول. هل الاتنين? في النهاية ممكن يتساوي? يعني اللي زاكر نص ونص. يتساوي باللي زاكر كويس جدا. والاتنين يجيبوا اعلى من بعض. اه زي بعض انا اسف. اه? وممكن كمان اللي زاكر نص ونص يجيب اعلى من اللي زاكر من اول السنة كويس جدا. ازاي بقى? هقولك. هو الفرق كله? ان الفترة اه اللي جاية دي بيكون تأثرها اه اقوى وفعليتها اضعاف اضعاف الفترات اللي فاتت. يعني اي حاجة انت ذاكرتها في شهر تمانية او شهر تسعة مع بداية السنة. اي حاجة انت ذاكرتها لو هي فعليتها او استفدتك منها اكس. فانت لو جيت ذاكرتها دلوقتي هي هي الساعة اللي ذاكرتها في شهر تسعة. لو فعليتها اكس. فالساعة اللي هتذاكرها في اليومين الجايين دول بعد اسبوع من الفيديو ده. فعليتها سيفن او ايت اكس. انا برضو مش عارف حسبتها ازاي. بس انا عايز اقولك ان هي اضعاف. انا بديك مثال ها? ممكن واحد الحنكة اتنى اتلاه يقولك شمعنا سيفن او ايت. ليه مش ناين? ليه مش تن? انا بقول مثلا. بس هي مش سري ومش فايف ومش فور. لا هي اعلى بكتير. خلاص? فالفترة دي انا بحاول انبه كل ده على اهمية الفترة دي. اوكي? طيب. اه مقدمة بسيطة كده قبل ما نبدأ نقول هنعمل ايه في الماتيماتيكس? اه بالنسبة لكل المواد. انا شفت اه كتبت لكم بوست. قلت اللي عنده اي اسئلة يكتبها. ففي اسئلة كتير قوي. اه انا هجاوب بشكل جنرال كده على الاسئلة. اول حاجة الفترة اللي جاية دي. هي مهمة جدا. تقدر تغير اه درجتك بالاجاب او بالسلب. لو انت ذكرت كويس قوي ممكن تضيع كل اللي انت عملته. ولو انت ذكرت نص نص ممكن تعود كل اللي انت ضيعت. شفت الفرق? طيب. اه. شوية نصائح في الفترة اللي جاية بمن انها مهمة جدا. اهم ما يميز اه الفترة اللي جاية او اهم ما يميزك انت كطالب يخليك تقدر اه تستغلها كويس قوي هو تنظيم الوقت. انك تنظم وقتك صح. الموضوع عمره مكان بكتر المذاكرة. اه ودي هرجع لها كمان شوية. بمعنى. مش معنى مسلا ان انا بذاكر اه خمستاشر ساع في اليوم ستاشر ساع في اليوم. يعني انت اصلا بتنام بس. يعني انت حرفان بتذاكر وتنام بس. وده اصلا مش طبيعي ومش صحي ومش مفيد. اوكي? بس بفرض انك بتعمل كده. اه ده مش هيخليك احسن. اوكي? ده مش هيخليك تجيب درجة اعلى. يعني انت عايز تقولها مسطح. بس 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 بس. شربو. يعني انت عايز تقولي ان لو في طالب. بيذاكر تلات ساعات بس في اليوم. ممكن يجي يجيب زي انا وانا بذاكر ستاشر ساع في اليوم? اه. انا عايز اقول كده. انا بأكد على كده ان اصلا ده مش فاكتور. عدد ساعات المذاكرة مش هي اللي هتخليك تجيب درجة كويسة. اه المدرس اللي انت بتاخد معه مش هو اللي هتخليك تجيب درجة كويسة. اه اي حاجة انت تفاكر انها هتخليك تجيب درجة كويسة للأسف الشديد دي كلها اشعاعات. طيب. نسأل السؤال المهم. اه? 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 ايه بقى اللي هتخليين يجيب درجة كويسة? طبعا انا شربو انت دلوقتي. اه عندك مشكلة في كتفك. فهتكلمني في الدين. وتقول لي انا ربنا والتوفيق وادعي ربنا والكلام ده كله. بصوا. بغض النظر عن كتفي. يدهول يا جماعة ربنا يشفيني بسرعة. بقى لي شهر ونص. يعني بسرعة بقى ها? عايز حد يدعي بسرعة. اه انا مش هكلمك في حتة في الدين لان دي حاجة بينك وبين ربنا. اه ولكن انا هكلمك في نقطة تانية خالص انا هكلمك في الحقائط. الحاجات اللي احنا بنعملها. طبعا كده كده. في الاخر اه كله مقدر. واحد يقول لك اه نصيب. حظ. شوف انت هتسميها ايه. بس قليلا نتكلم عن الحاجة اللي في قدينا اللي احنا هنقدر نعملها. اه الفترة اللي جاية. محتاجة رقم واحد تنظيم وقت. تنظيم وقت مش وقت. يعني انك تنظم وقتك غير انك تزاكر كتير. اوكي? رقم اتنين انك تزاكر صح. وعلم على كلمة تزاكر صح. في ناس كتير جدا بتزاكر كتير قوي. بس هم بيزاكروا غلط. زي بالزبط اللي بيتمرن. زي بالزبط اللي بيبع عنده مشروع فلوس. يروح يعمل مشروعة. زي اي حد بيعمل اي عملية في حياته. اي حاجة في حياته. بس بيعملها غلط. اي حاجة بتتعمل غلط. ما بتكونش اه ذات فعالية كبيرة. بل في بعض الاحيان بتكون ملهاش اي فعالية. اه. في ناس كتير قوي بتروح الجيم او بتتمرن اي لعبة رياضية او ايا كان. وتلاقيه بيتمرن وبيتمرن وبيتمرن وهو بالفعل بيبذل مجهود. بس هو بيبذله غلط. اقول لك مقولة شهيرة قوي. اه كتبها عمر الشربين انا لسه ماليفها حالا قبل ما اطلع في الفيديو. اه من الصعب جدا. اه والله بص اسمع دي. من الصعب جدا. اه انك تبني كرسي من التلج. اه. دي عملية صعبة جدا. لانك هتنحد في لوح تلج. هتوقب تنحد فيه لحد ما تعمله على شكل كرسي زي اللي انا قيد عليه ده. ولكن في النهاية مش معنى ان الحاجة اللي انت عملتها دي صعبة جدا. الا ان هي ذات قيمة. ها. ها. عملت كرسي من التلج. بعد شوية هيسيح. استفدت انا ايه? حد فهم اللي عايز اقوله? ها. عايز اقول ايه بس عشان انا فيلسوف يعني. عايز اقول اه ان في النهاية مش معنى ان الحاجة اللي انت بتعملها صعبة. اه انها مفيدة. زي في مقولة تقول لك اه ايه? نو بين نو جين. ايه? بين قلم? يعني انت عايزني عشان اجي اه احصل على حاجة او عايزنا اوصل لحاجة عايزنا اتقلم? الكلام ده يا جماعة مش حقيقي. يعني مش مش بقول لك مش اكيد صح لا. هو اكيد غلط. ما فيش عاسمها نو بين نو جين. يعني ايه نو بين يعني انت جاي تعزبني? يعني دلوقتي يا جماعة انا مدرس ناجح. ها. اتقلمت عشان انجح يعني? ها. لا بتقلم دلوقتي مكتب ازا انا متقلمتش في الشغلانة. انت مسلا دلوقتي كطالب سنوية عامة. انا كنت جايه بدرجة حلوة جدا. وكنت الاول على الادارة في سنوية عامة. هل انا عشان باطلع الاول على الادارة اتقلمت في سنوية عامة? بالحكس انا كنت مبسوط جدا اه كنت مبسوط في سنوية عامة. ممكن اكون ما كنتش مبسوط في حياتي. بس كنت مبسوط جدا وانا بذاكر. وارجو ان انت كمان تعمل نفس الكلام. آآ وانا باعتدر طبعا اني طاولت عليكم في المقدمة لكن والله انا بقول الكلام ده. يمكن حد فيكو يستفيد منه. آآ طيب. سؤال. اعمل ايه الفتر اللي جاية? آآ في كل المواد? عشان اجيب درجة كويسة طالما ان هي مش بكتر المذاكرة. وما العايز نعمل ايه? عايزك تذاكر صح. ازاي تذاكر صح? بصوا انا مش هفتي في بعض المواد. بس انا هتكلم عن الجنرال ومش عايز ايه يعني افصل اول ان مش عارف مواد التانية. اهم حاجة الفترة اللي جاية انك تحل كتير. آآ آآ وقت انك تشوف شرح. جل قوانو ولا مش عارف اسمها ايه? ها? ها ها? يعني الوقت ده خلاص عدة. ما بقاش فيه اي وقت دلوقتي انك تعطي تفرج على حصة لمدرس بيشرح. الكلام ده في اي مادة? آآ. ولكن لو انت الدرس ده ما خدتوش قبل كده فانت محتاج المدرس يشرح. طب شربوا. الدرس ده انا اخدتو درس آآ آآ في الفيزيكس. درس في الفيزيكس. انا اخدتو هاميستر آآ بس انا نسيه خالص. ها? حبيب قلبي اللي انت بتقوله ده شيء طبيعي. كلنا بينسى. اي بني قدم في الدنيا بينسى. انا نفسي راضع المنهج بتاعي. بتاعك اللي بدي رسولك ها? وممكن اجح اللي مسألة مسلا. آآ الاقي نفسي نسيه. بس لما اجح اللها. انا وانا بحل بافتكرها. ولكن انت عشان انت ما دخلتش في ارض الواقع. آآ ما حاولتش تحل. فانت معتقد انك بتنسى. او انك ناسي. فيجي واحد يقولك ايه? انا يا مستر. الاستاتيكس دي انا مش فاكر فيها اي حاجة خالص. انا لما اجح اللي استاتيكس. مش عارف احل حاجة لاني مش فاكر ايه الاستاتيكس دي اصلا. انا مش فاكر اي حاجة. ولكن اأكد لك يا صديقي انك لو جيت فتحت امتحان. ها? هتلاقي نفسك عارف تحل من الامتحان دي على الاقل خمسين في المية. وبمجرد ما تشوف الخمسين في المية التانيين. وتتفرج على فيديو الحل بتاعهم. او تعرف الحل. هتفتكر. ولما هتفتكر هتيجي في الامتحان اللي بعده تحل منه سبعين في المية. واللي بعده تمانين في المية. واللي بعده تسعين في المية. بعد خمس امتحانات. بحد اقصى. خمس امتحانات. هتلاقي نفسك افاكر المانئة كويس جدا. وكأنك لسه مراجح. حد فاهم dispوي انا بقول يا جماعة المعلومة دي اكيدة بنسبت مية في المية. طيب. يبقى انت كده عندك اول حاجة عشان تذكر صح. الفترة دي ابعد عن المدرسين. اه. وغيرها. وبالذات غيرها. خلاص. اه ابعد عن المدرسين اللي يقولك انا هرجع لك المنهج. اي مدرس هيقولك انا هشرح دلوقتي ده بيدحك عليك. المدرس ده مع الاسف الشديد هو بيتارجت الطالب الضعيف. وبيتارجت اه الزبون. انا عايزة للم زباين. انا دلوقتي كعمر شربيني وانت عارف كويس الاجابة. هسألك. وانت عارف الاجابة. لو انا قلت دلوقتي انا هعمل مراجعات واعيد المنهج كله من الاول. وهفكرك بالمنهج. ولو انت مش فاكر اي حاجة خالص. تعال اخد معي. هفكرك بالمنهج كله. هيحصل ايه? هتلاقي كل الطلبة جات خدت معي المراجعات. اوكي? بس انا كده اول حاجة ضريت الطالب اللي معي. تاني حاجة اكتذبت او استقطبت نوع من الطلبة اللي هو جاي اصلا عايز يشوف المنهج من اول. تالت حاجة ودي اخر حاجة ان في ناس هتفق فيها وتسمع كلامي. ومع الاسف الشديد هيتسوحه. اه او هيتضروا. بلاش نقول هيتسوحه? لان انا مش في ايدي ان انا سوح او انجد حد. انا كده كده مجرد اه طول. انا مجرد اداة. اه لكن هيخسروا كتير او. فاول حاجة بعد عنها اه سواء المدرس او بعد عن الحصص اللي يكون فيها شرح كتير. اوكي? اي شرح كتير في المراجعات انت مش محتاجه. اي شرح كتير في المراجعات انت مش محتاجه. شربو. طب لو انا عايز اراجع درس. اه حاسس ان انا مش فراكر. افتح الحصة? لأ. اوها. بس سؤال. ها? مش انت شفت الحصة قبل كده? والله انا شفتها بس مذاكرتهاش قوي يعني مش فاكرها. اوكي? شفتها يبقى ما تفتحهاش. طيب افتح السمري بتاع المراجع بتاعتي. وهده حل كويس. اه بس برضو هيضيعه وقت لو انت كنت مراجع قبل كده. طب الحل الصح يبقى يا صديقي. شفت الكتاب الصغير بتاعي. بتاع الريفجن بتاع الكالكلس. هتفتح. هتلاقي السمري صفحتين. مجرد ما تقراها الموضوع انتهى. وتحل بنفسك. تحل بنفسك. تحل بنفسك. اي فيديوز. اي حصص. اي اي حاجة. هيتشرح لك فيها. مش انت اللي بتحل. شايف ايدك دي. اصطناش ولا يا جماعة. اوكي? شايف ايدي البيضة دي الشمال. ها? انا هحل بيها. يعني انت هتحل بيها. بايدك. ها? 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 تحل انت. انا انا ما ابصها. انا هتقصبني. تحل انت. اي مدرس هيشرح لك مهما شرح لك. اه هتقول لي ماشي. لا. ده المدرس ده مش بيشرح. ده بيحل. ها? مش عايزه يحل. يا غبي. او انا بتكلم هين دي. ها? تحل انت. تحل انت. انا 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 التعامل بالايد دي صعب. تحل انت. ما فيش حاجة اسمها. اصدوها بيحل. او استفدت ايه لما هو حل. لازم انت اللي تحل. يبقى الفترة اللي جاية انا ممكن ما اخدش اي مراجعات مع اي مدرس. اه. حتى انت يا مسته? ها? اللي هو انا? اه ما تخدش معايا عادي لو انت عايز. المهم تحل انت نفسك. شربوا. يعني انا لو ما خدتش معك مراجعات خالص. وجبت كتاب واقعدت تحل كتير. ها? كده هيبقى كويس? مية في المية. طب يبقى انت كده المراجعات اللي انا بعملها باخد فيها فلوس دي. بقدم ايه? انا مجرد طول. انا هساعدك تحل. اه هشرح لك افكار جديدة. هشرح لك افكار جديدة. اه هفتح زيه هناك اكتر. هوسع مش عارف هوسع ايه فهم? هوسع على طريق تفكيرك يعني. وهو الموضوع غريب. فهعمل انا ده اللي انا هقدر اعمله. لكن في النهاية انت اللي لازم تحل. في النهاية اللي هيفيدك هو ان انت بتحل. انا هقول لك خطة المراجعة بتاعتي ومفروض هنعمل ايه? بس انا كل ده بتكلم عن اه باقي المواد بشكل مطلق. اوكي? فالفتر اللي جاية اهم حاجة تنظم وقتك تحل كتير. اه مراجعات المدرسين. اي مدرس هيقول لك انا هرجع المنهج من الاول انت مش محتاج المنهج يتراجع من الاول. اه ايوة بس انا في حاجات ما كانتش متزبطة. طب ما هو طبيعي. ها? جماعة مفيش حد مننا كامل. ازا كان انا نفسي كمدرس عنده عيوب. ولو روحت المدرس منافس ليه في نفس مادتي يعني بلاش كلمة منافس دي? هتلاقي عنده عيوب. واي مدرس عنده عيوب? انت كطالب مش هيبع عندك مشاكل وعندك عيوب? طبيعي. طبيعي جدا في مادة الكيمستري. اه هيبع عندك مش عارف كام في مشكلة. جزء مش مش فاهمه قوي. اه شابتر كامل واقع منك. كل ده عادي. كونك متأخر او مراقم? انا عايزك تفهم برضو ان دي حاجة طبيعية. الحياة مشاكل. يعني كلنا عندنا مشاكل. اه ها? ما انت لو مفيش مشاكل يبقى الموضوع غريب. فكل ده عمر طبيعي جدا جدا جدا. بالاضافة ان المشاكل اه. بالاضافة ان المشاكل نسبية. اوكي? فنرجع كده لتلات نقط قبل مبدأ ازاي نرجع نرجع الماتماتيكس. اه ها? اه ها. اول حاجة نزم وقتك. اه نصيحة. هقولك عليها بس خليها في الاخر. اوكي? اول حاجة نزم وقتك. تاني حاجة اه انت مش محتاج مدرس يشرح كتير. مش محتاج حصص طويلة. اي حصص طويلة سواء مراجعة سواء شرح سواء حل. ابعد عنها. خلاص? لو فيها شرح. لو تعملك حصة طويلة انت اللي بتحل بايدك. دي حلوة جدا. دي مفيدة جدا. في اي مادة. اي حصة هتضيع فيها وقتك. اه مرفوضة. خلاص? تالت واخر حاجة. اه طلبة كاب بتسألني يا مستر دلوقتي في باقي المواد لو انا عايزة راجع سنتر او راجع اونلاين. اخد مع المدرس. انا مش بتكلم عن مادتي. اوكي? انا بتكلم عن مثل. اه الافضل دلوقتي طبعا الاونلاين لانه هيساعدك في تنظيم وقتك. اه في السنتر بصوا اصلا هو انت بت بتقارن ما بالحاجتين. الاونلاين ليه عيوب ومميزات والسنتر ليه عيوب ومميزات. احد مميزات السنتر اه ان هو يخليك ما ترقمش الحصص ويخليك تلتزم. واحد عيوبه هو ان انت ممكن تتعب في نص الحصة. اه هو ان انت ممكن تضيع وقت وانت رايح وانت راجع. فلو جيت بصت لعيوب السنتر هتلاقي ان العيوب دي هي اكتر عيوب يجب ان تتفاداها في الوقت الحالي. يجي واحد يقول لك ايه بس انا بفهم في السنتر وبركز اكتر من الاونلاين. خلاص دي حاجة فردية عندك. لو انت مش قادر تشتغل في الاونلاين انزل بقى سنتر دي حاجة ترجع لك في باقي المواد يعني. اه احنا بالنسبة ان احنا احنا ما عندناس سنتر واونلاين احنا مش محتاجين اصلا شرح. احنا محتاجين حل. خلاص? حتى الحصص اللي عاملها لكم في السنتر ان شاء الله هيبقى حل. انت هتنزل تحل. اه اه انا مش هشرح حاجة علاقة مش حاجة تتشرح. حد فهم اللي انا بقوله. ممكن ادي سامري اه حل كام مسألة بس الاغلب انت اللي بتحل. اوكي. تعالى بها نبدأ نشوف اه ازاي نقدر نراجع او نشوف هنعمل ايه في الفترة اللي جاية ان شاء الله. طيب. صالوا عنها بحبايبي. اه الفترة اللي جاية. انا هعمل ايه? وانت هتعمل ايه كطالب? طيب. اه انا هعمل ايه? اه انا هنزل حلقات. اه حلقات اه اه امتحانات حل امتحانات. اه ده اللي انا هعمله انا. اوكي? هيبقى فيه تقريبا كل يوم بينزلك حلقة. اوكي? ها ها. لتا ممكن تقول يا انهارة بياض. كل يوم حلقة. احنا نقصين. ده انا لسه مراقم السلد. ده لسه مبدأتش السلد. واحد تاني لسه مخلصش الالجبرا. اه اي حاجة تانية دي حاجة وسخة مش هنتكلم عنها. يعني اي تأكير اكتر من جيد. طيب انا عارف انك متأخر. عارف انك لسه مخلصتش. وده امر طبيعي واحنا مش مزنوقين يعني. ها. والله اللي بيجري ورانا يبقى يجي يشوفوا عايز ايه. ما مش حد بيجري ورانا. احنا مش مستعجلين. آآ يعني بس مش عالك تاخد راحتك. احنا مش مستعجلين قوي. يعني هتخلصها في يومين تلاتة ان شاء الله. وتبقى خلصت وتبدأ. خلاص? آآ طيب. ففي الفترة اللي جاي الشهر ونص دول تقريبا. آآ انا هنزل لك جدول. انا مش طالع اتكلم عن الجدول. خلاص? ولا طالع اقول لك انا هعمل ايه? انا طالع اتكلم معاك انت عشان اطمنك. انا يعني او مش عشان اطمنك عشان احسك آآ متخلف. عايز اتكلم معاك. لكن انا مش طالع اقول لك انا هعمل ايه? انا فانا هعمل ايه? ده موضوع. طيب. انا بقى دلوقتي اقول لك ازاي انت تذكر مثيماتيكس او تراجع بناءا عليك انت. خلينا نتفق على حاجة معينة. دايما بيكون الافضل لو انت بتعرف تطبق آآ انك انت اللي تعمل الاكل عن او او الافضل لك وانت بتاكل. ان انت اللي تعمل الاكل عن ان حد غيرك يعمله. ليه? لان لما انت بتعمل الاكل فانت بتعمل بالشكل اللي انت عايزه بالزبط. بتحط المقادير آآ اللي انت بتحبها. في واحد بيحب ملح بكمية معينة. عمر محد غيره يعني انا اللي عايز اقول حاجة. انت لما تاخد الحاجة جهزة غير لما تخليها عليك انت. آآ الكلام ده في اي حاجة. خلاص? آآ لان احنا مش كلنا زي بعض. يسعى لده بقى في كل حاجة في الدنيا آآ نادرا. اكيد في ناس زي بعض في حاجات. بس ده مش شائع. الشائع هو الاختلاف. وبالتالي دايما بيكون الافضل ان الحاجة تكون آآ فانا عايز اقولي دلوقتي. عايز اقولي ان انت يا اللي بتتفرج علي مزاي اقرب صاحب ليك. علم الرياضة اللي زيك. مزايه في حتى لو بياخد معايا حتى لو بيذاكر معاك حتى لو ايه عمرك ما هتكون زيه. يعني حاجة نادرة جدا. طيب آآ هتفرق في ايه. هقول لك. الموضوع ليه حيثيات كتير. ها ها ها. عايز ايه ما اللي بيقول له عربية ليه. حيثيات زي ايه. آآ مدى استعابك. المدة اللي انت تقدر تفضل تذاكر من جير ما تتعب فيها. آآ مستواك في كل درس في كل فرع. مختلف عنه. آآ. انت بتنيل اكتر. لانك تفهم. فتعرف تحل اي حاجة. ولا انت بتفهم لما تحل. فتلاقي نفسك فهمت كل حاجة. آآ آآ آآ. اسمع دي. في ناس لو فيهم الشرح يعرف يطبق ويحل الواحد. وفي ناس بيفهم الشرح. ما يعرفش يحل. لكن لما يحل كتير يعرف يفهم الشرح. آآ. مين فيهم اسكى يشربه. آآ. مش حد اسكى من تاني. دي طريقة ودي طريقة. احنا دايما بنحاول سواء انا آآ او بحاول اخلي الطالب اللي معايا يقدر يشتغل بالطريقتين. انا شخصيا كنت لما افهم باعرف حل اي حاجة. ولو انت حلت قدامي عمري ما اعرف افهم الدرس. او ما بحبش كده. لكن حاولت اطور نفسي بقيت بعمل الاتنين. طيب نفس الكلام زود سوري على الحاجات دي كلها بقى حاجات تانية خالص. آآ. خلصنا الماثيماتيكس. حل? طب. انت مزاي صاحبك في الفيزيكس? هتقول يا مستر انت حضرتك. بتتكلم دلوقتي عن الماثيماتيكس. انت مالك ومال الفيزيكس. ها? هقول لك انا مالي. ما انا دلوقتي هتديك خطة مراجعة. لو انا مدرس جيت قلت لك خط خطة المراجعة اعمل واحد اتنين تلاتة. آآ. والخطة دي جنرال لكل الطلاب اللي بياخدوا معايا ماثيماتيكس. الخطة فشلة. ليه? ليه زي ما بقولك انت غير زميلك في الفيزيكس. ايه? وايه علاقة الفيزيكس? بالموضوع. هقول لك. لو انت مراكم فيزيكس. فانت محتاج وقت اكتر للفيزيكس. فهتضطر تقلل الوقت اللي بتذاكر فيه ماثيماتيكس. فللو خطتي ثابتة. ازاي تنفع لك وتنفعله? لانت محتاج تقلل الوقت اللي بتذاكر فيه ماثيماتيكس. والعكس بالعكس. طب انت عايز تقول ايه? عايز اقول ان من المستحيل ان انا اعرض عليك دلوقت الخطة تتناسب معكو كلكو. لان كل طالب مختلف عن التاني. في حاجات كتير. فانت ممكن واحد يقول لك انا عندي مشكلة في الكالكلس. بس انا في الستاتيكس. والعكس. فانا لما اجعل مراجعة وارجع كله اكويفلنت. طب ما انت ما حلتش مشكلتك. انت عندك مشكلة اكبر في الكالكلس. وعشان كده اه دي الطريقة اللي انا بشتغل بها من اول السنة. يمكن انت ما لقطهاش بس انا بوضحها هو دلوقتي. اه ان احنا هنشتغل ان شاء الله بسلسلة مراجعات مش بخطة او بمراجعة. طيب. تعال بقى كده. نشوف احنا معنا ايه? انا كاتبهم قدامي. عشان ما نسقاش. اوكي? اول حاجة احنا عندنا اه الاصلية. اه الحصص نفسها. الحصص دي مفتوحة معك على الويب سايت. موجودة اول حصة في اول السنة. هتلاقيها معاك. اه اي حصة عايزة انت ترجعها هترجعها. طيب. صلى على النبي وركز انا هعمل ايه? عشان ما اتفش مني ها? انا ما بشرحش. فركز معي. انا دلوقتي هعرض عليك اه الحاجات اللي معاك. وهقول لك كل حاجة بتمثل ايه? وترجع لها امتى? فركز بقى معاك. خلينا اعرض عليك الحاجات الاول بسرعة. بعدين امسك واحدة واحدة وقول لك امتى ترجع لدي. واحد الحصص الاصلية. دي مش هترجع لها غير في حالة واحدة بس. حالة واحدة بس. لو انت ما كنتش شفتها. يعني انت مراكم. انت وزخ. ها? بكلمك بمنتهى الامانة هون قاسف. خلاص? فانت وزخ فهتعمل ايه دلوقتي انت في حصص سايبها. هترجع تتفرج على الحصة الاصلية وهتحل بس. لو سمحتوا يا جماعة عشان انا هتخنق ها? مش هعرف اعمل كده حتى بيدي دي. عشان انا بتخنق. اه انا هقول الكلمة مرة واحدة انت فهمها. ما يجيش بقى واحد بعد كده. هلاقي في الكومنت. طب يا مستا. لو انا في حصة مراكمها. هل لازم احل الكلاس وورك والهومورك? ولا ممكن احل الكلاس وورك بس. ها? طب ما انا بقول لك هو? انت غبي يا لأ? حل الكلاس وورك بس. فهقول الكلمة مرة واحدة? مش عايزين غباء. انا قاسف يعني ها? طيب صلوا على النبي. انا قاسف انا هادي جدا اهو. اول حاجة عندك الحصص الاصلية. الحصص الاصلية دي انت مش هترجع لها ابدا. غير لو انت مراكم الحصة دي. ومحلتش الكلاس وورك بتاعها. طب لو انا شفتها ومحلتش الكلاس وورك بتاعها يعني انت مش شفتهاش. لو انت شفتها ومحلتش الكلاس وورك انت ازا ما شفتش الحصة اصلا. انت كده اتفرجت على فيلم تقريبا. فعادي زيها زي اي فيلم انت شفته. طيب اعمل ايه? لو انت حسس انك فاكرها هروح حل الكلاس وورك وشوف فيديو الكلاس وورك بس. المهم في الاخر تكون محالة للكلاس وورك بس. عندك وقت تحلل يا ريت. طيب. دي الحالة الوحيدة اللي ترجع فيها للحصص. تاني حاجة دي الحصة الاصلية. تاني حاجة عندك اقصد ايه بالمين ريفيجنز يبقى انت بيجي بعد السيشنز على طول المين ريفيجنز. المين ريفيجنز دي. حضرتك احنا لما كنا بنخلص الفرن. كان بيبقى معكتب صغير كده. آآ كنت بسميه ميني بوكلت او مش فاكر ايه. الكتاب ده بيبقى فيه المين ريفيجنز بتاعتي. المين ريفيجنز كان بتبقى متقسمة شابترز. وكل شابتر عليه. فيديو سامري. وده مهم وخطير جدا. سامري دي بلخص الشابتر كله. بعدش السامري دي بقسم الشابتر اجزاء دروس. كل جزء بحل عليه. اوكي? طيب. آآ المين ريفيجنز دي هي اخطر واهم حاجة عندك تطالب سنوية عاملة. ومعمولة قديمة بقالها سنتين. عشان الناس اللي بتقول لي آسطين انت عامل مراجعات قديمة. بس المراجعات القديمة دي مش هتلاقي مراجعة احسن منها. لو تشقلبت مش هتلاقي مراجعة احسن من المراجعات القديمة اللي انا عاملها من سنتين. اه. ولو هقعرف اعمل مراجعة احسن من اللي انا عاملها من سنتين اكيد. مش مستني حت الطالب زيك يوجهني. اكيد هعملها. ولكن انا بأكد تاني اهو. اه. وانا بأكد الكلام ده في فيديو. بس بس. خد اسكليل ريكورد. وبعدين روح شوف مراجعة احسن منها. وقل لانا لقيت مراجعة احسن منها. عمرك ما تلاقي. طيب المراجعة بتاعتي اللي هي المين ريفيجن دي عبها ان السامري مختصرة. وده كان توفيرا على وقتك عشان انت تقدر تشوف المين ريفيجن دي في اي وقت تحب تراجع تاني. اه يبقى ايه بالمين ريفيجن ان السامري يعني مثلا في الكالكولوس انا بشرح شابتر تو او شابتر وان تقريبا في ساعة لربع. فشابتر وان في كمس دروس. ده اللي واحده قصة. فانا معتمد اني بسامة بسامرائز الحاجة بلخصها لاني عامل حسابي ان انا هحل وانا بحل هعمل ايه? هعيد شرح الموضوع تاني. اه فاللي ما شافهاش فانت فيتك كتير. في المين ريفيجن دي. في كل الفروع. اللي بيحصل ان انا في السامري براجع بسرعة. والمسائل اللي فيها بعمل فيها ايه? بتلاقيني بحلها بالتفصيل. طب فيه ساعات في الريفيجنز ببقى مش انا اللي بحل الاسيستنت اللي بيحل. اه. ده معنا ان المسائل دي اصلا ما فيها الشرح. مجرد فكرة مسألة تحلها وخلاص. زي الديناميكس. هتلاقيين انا حالل في الديناميكس حاجتين. حالل مراجعة الجرافز. وحالل مراجعة شابتر اللي هو. حلو? انا حالل الاتنين دول. والباقي مش حاللهم. طب لا. انا خسلت في النص. ما اكيد لا. اه. اللي بيحصل ان الباقي ده ما كانش محتاج شرح. اكيد انت بترتاح لشرح انا اكتر. ممكن تكون انت مرتبط بيا نفسيا اكتر. ايا كان. بس انا ما يهمنيش تتفرج على الفيديو. وترتاح. انا يهمني ان انت في النهاية تحل المسألة لوحدك. فالمين ريفيجنز دي. فيها حاجتين هما بيخلوها اول حاجة ان السامري دي بيكون فيها كل المعلومات بس بسرعة. طب لو انا شفتها قبل كده راجع لها تاني. يوقع تعمل كده. بس الكتاب الصغير مع حضرتك. افتحه. اقرأ بعينك السامري. وبالقلم. علم على الحاجات اللي انت شايفها مهمة. ومعك ورقة او قلم برا. اكتب نوتس. الحتة دي انا شايف انها كزا. الحاجات دي مفيدة جدا يا جماعة. الطريقة دي هي اللي اتوصلك تبقى بني ادم. وانت بتقعد تذاكر. بص وقعد ايه اكتب نوتس. اه طب لو جالي كزا. طب لو جالي كزا. جالك بقى سؤال مرة واحدة. اه طب لو جالي كزا. حضرتك معك يا بني ادم يا احبل. خلاص. عليه مية وسبعين مدرس مساعد. خلاص. انا موظفهم وامرقبهم. عشان يجاوبوك خلال الاربعة وعشرين ساعة. عشان يجي في الاخر واحد يقول لي ده في ناس منهم بتطول في السؤال. في ناس منهم بتشرح واحش. في ناس منهم مش عارف ايه. اول ما هيحصل كده حضرتك. خد سكرينشوت. وروح كلم البيتج بتاعتي. مصر عمر شربيني. وبعت لهم السكرين. وبعت شاكوتك. الشاكوة هتوصل لي دايريكت. لو انا رجعت الشات. ولقيت ان فعلا الشخص ده بيجاوب غلط. اه مهمل. ما يجاوب اه بيطول. بيتأخر عليك. هيمشي. فبكده هيبقى انت واحد. حاميت نفسك من انك تسأله تاني. الناس اللي بقى هتبقى احسن. اتنين اه ساعت زميلك ان محدش يلاقي واحد وحش ده بفرض ان في حد سيء. رقم تلاتة ودي الاهم. خليت الحق يحصل. وهو وحش. فيشتغل له وياخد فلوس ليه? اه طبيعي. تمام? اه لكن الاغلب بيكونوا كويسين. وانا ناس كتير قوي لما بعض اسألهم. لما بقى اي طلبة بتسأل على الابليكيشن. بيردوا بسرعة جدا. بيشكروا فيهم جدا. بيفهموا منهم. طيب فلانا اقصدوا حضرتك هتفتح السمر دي. اه تقراها. تيجي حتة انت مش فاهمها. تيجي حتة طب لو جالي كزا طب مش عارف ايه. تروح انت عامل حضرتك معك الموبايل. تفتح الابليكيشن بتاعك. تروح سائل في الحتة اللي انت عايزها. حلو كده? اه انا مش فاهم الحتة دي. طب هو لو جالي كزا اعمل ايه? حضرتك انك معاك مدرس برايفت. بس تغرب جدا طلبة تقول لك انا عايز اخد درس برايفت عشان اجيب حد يحل معايا. طب ما انت الموبايل بتاعك ده وانت قاد في بيتك قدامك الكتاب قدامك الكاشكول وتقعد تحل. اي حاجة تقف معاك بتصورها وتبعتها له. بتصورها وتبعتها له. بتصورها وتبعتها له. لو قعدت تسأل اللي اربعة وعشرين ساعة ما حدش هيجي يقولك حاجة. فانت مستفيد جدا. خلاص? بس انت مش عارف تستغل ده. انت مش فاهم يعني ايه? انا لما عملت الفيتشر دي. كلفتني كتير قوي. ما بتكلمش في الفلوس. الفلوس دي انا باخدها منك. لكن انا بتكلم على اقل في المجهود. عملت كل ده عشان خطرك انت. عشان في الاخر تتعلم صح. فانت مش قادر تستغل ده. انت لو انت كويس? انت اصلا مش فاهم الفيتشر اللي في ايدك. انت مش فاهم انت في ايدك ايه? انت كأن قاعد معاك حد كويس جدا وشطر جدا. اربعة وعشرين ساعة. في اي وقت هتفتح تبعت? هيجاوبك. ولو عايز تسأل اللي ايه ايه? اللي ايه ايه شغال. ناس بتقول لي لايه ايه ايه مش شغال. لايه ايه 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 شغال. لو مش شغال ايه بعت على البيتج شاكوتك. وهتلاقي ويقول لك المستر هو مقبض اللي ايه ايه? مش مقبضه يا جماعة. هو متبرمن. فخلاص. اه سيبك من القصة دي. لو جربت اسأله في الكيميستري في الفيزيكس في الماتيماتيكس. الموضوع بيكون مفيد جدا. بس انت مش قادر تستغل اللي معاك. طيب. يبقى المين دي. تركز معايا. فيها معلومتين خطار جدا. واحد. ان السمر اللي فيها اه بتشمل جميع الافكار الرئاسية اللي في الشابتر. فانت بتراجع عليها بسرعة. اوكي? اتنين ان المسائل اللي في المين دي هي مسائل المركز القومي للامتحانات. دي المسائل بتاع وزارة التربية والتعليم. اللي هو المركز القومي للامتحان. ده اكبر اهم سورس للوزارة. ده الكتاب المدرسة بل اقوى. لان هي دي المسائل اللي في الاخر اللي ما بيجي مستشار هيحط الامتحان بيرجع لها. اه يعني هيجي منها الامتحان. ما قلت يجي منها الامتحان. بس اقصد ان ده يعتبر المنهج الرئيسي بتاعك. فهي من اللي انا بتكلم فيه. عارف لو انت تبقى في جامعة مثلا. فالجامعة دي بيبقى ليها كتاب آآ الكلية نفسها او كتاب المادة. وكتاب خارجي. اهو ده يعتبر كده المسائل اللي جاية من المصدر الرسمي. وبالتالي مسائل المين ريفيجنز دي هي اخطر واهم مسائل. اخطر واهم مسائل. اذا المين ريفيجن لا يمكن تجاوزها. لان فيها مستين. السامري. لما كل حاجة مختصرة. ويمكن ده عيب عند بعض الناس. ولكنها ميزة كبيرة جدا انها مختصرة. هتقول لي توفر ده انا ما فهمتش او من السامري لان انت مصدر بتختصر فيها. ما فيش مشكلة. اتفرج على حل المسائل والله لا تفتكر كل حاجة. المسائل بقى اللي على كل بارت. يعني على كل درسة في الشابتر. هتلاقيها لما كل الشابتر. لو عرفت تحلها كلها وفهمتها كلها اقسم بالله. من غير ما اكمل بقى سلسلة المراجعات اقسم بالله لا تقفل اصلا. اقفل متاحنا اخر السنة. اه. بالمين ريفيجن. اه. حد فهم ان انا بقوله. بس هنرجع بقى شوية كده هتلاقي انا اقولتها حاجة. لو عرفت تحلها كلها. وانت فهمها. مش هحلها وخلاص. انا ممكن احلها اربع مرات. اسمعها. احلها كتير. هل لو انا حلتها كتير قوي. هل انا كده هقفل? لا. لكن اقسم بالله. لو عرفت تحل الكتاب الصغير في كل فرع. وانت فهم كل مسألة. افتكر كويس ان احنا مش بنتعلم المسألة. احنا بنتعلم منها. فلو انت قدرت تحل كل مسألة. اقسم بالله كمان مرة. وانت فهمها مية في المية. لا تخش امتحان اخر السنة تقفل. لان استحالة يكون في حاجة بره ده. لان ده كل المنهج بيمين بشمال بفوق بتاحت. يعني زيادة عن المنهج كمان. فالمن ريفيجنز دي خطيرة جدا. بعض الناس كنت بتقول لي كان فيه بنت مبارح قابلتها في السنتر. قلت لها مستر انا بحل انا عرفت احل بحل امتحانات المعاصر كويس جدا. باجي في المين ريفيجنز مش حارف احل ولا مسألة في الكالكولاس. اي? طب انا في الكالكولاس في المين ريفيجنز قلت لك اتفرج على الفيديو الاول. انا عامل حسابي على كده. ما هو انت مفروض تسمع كلامي. اسمع والتزم باللي انا بقوله. هتحل المسائل اللي انا شرحتها الاول. سوري هتتفرج على الفيديو بتاعي. بعد ما تخلص البرت تقفل الفيديو وتحلها تاني لوحدك. ايه? طب وانا لما اعمل كده ها? انا كده مش بحفظ. بس انا احسن انا كده بحفظ. مش بفهم. طب ماشي خلاص. انت احسن مني. شوف انت تعمل ايه وعمله. انا بقول لك الصح. اللي انت مفروض تعمله. انت شايف ان انت احسن مني. فهم اكتر مني اعمل اللي انت عايزه. انا قلت لك الصح. انت كده بتحفظ? لا انت كده بتحفظ. انت كده بيزداد ادراكك بكل مسألة. هتتفرج على طب والكلام ده في باقي الفروغ? لا. الكلام ده بس. في حاجتين انا اسف. في الكلكلس. وفي الالجبرا. هتتفرج عليها الاول وانا بحلها. بعدين هتحلها تاني بيدك. اوكي? طيب. اول حاجة مش هنرجع لها غير لو احنا مراكمين. تاني حاجة المين ريفيجن. امتى هرجع لها? ها? لو انت ما شفتهاش وما حلتش الكتاب الصغير قبل كده. انت لازم ترجع لها. شربوا. طب لو انا شفتها? وحلت الكتاب الصغير قبل كده. اللي هو بتاع الرفيجن اللي هو بتاع المركز الطامن اللي امتحانت ده ها? ها? ارجع تاني. ابص علي بسورة طوال ما هي مهمة قوي كده? بس انت حمس تاني. اه ها? لا ما تعملش كده. بس بس. ما تعملش كده. لو انت ذاكرته قبل كده. وحلت بنفسك. انا مش هعرفش هور بيدي دي. حلت بنفسك انت قبل كده. ما ترجع لوش خلاص. لسه في سلسلة مراجعات كاملة. طب لو انت في فرع مسلا. انا ما شفتش المين ريفيجن دي في الكالكلاس. اعمل ايه? ها? لازم تشوفها. طب وسيكيرو ماينسيت. وسيف ماي كالكلاس. اللي انت لسه هتتكلم عنهم. والتيب ساند تريكس. والفاينال اجزاميناشنز. الحاجات دي كلها. ها? محل اللي هيس هرجع لها دلوقتي هقولها. اه ما حلهاش? ما حلهاش. هتخلص المين ريفيجن للاقوة. اللي ايه? اصلا نزل على يوتيوب دي? اه. اغلبها نزل على يوتيوب مش كلها. يعني مفيش حاجة نزلة. يعني اغلبها. اوكي? يا مستر. يعني المين ريفيجنز دي? ما شوفش سيف ماي كالكولوس? ما شوفش دي حاجة رهيبة هقولك عليها دلوقتي. ما شوفش دي? اللي هي الاسئلة الجديدة بتاعت الوزارة? ما عملهاش? ما تعملهاش. سيب دول? هتخلص المين ريفيجن الاول. لو انت ما خلصتهاش الاول او ما شفتهاش خالص على فاكرة مش لازم الاول. ها? خلصها. المهم بتخلصها. يعني انت لو عايز تعمل دول. بعدين ترجع للمين ريفيجن. ايتي اوكي? بس الدي لو ما خلصتش انا بكلمك. دي لو ما خلصتش انت في كارسة. دي الاساسية. اللي لازم تخلص. اللي هي المراجعة اللي كان بتنزل بعد كل فرعة. يعني انت لو كنت. انا مش بلومك. انا بعيرك. انت لو كنت التزمت معايا من اول السنة. بخلص الفرعة. المين ريفيجنز بسيبك اسبوعين تراجع وتتعلم وتتبسط. وبعد ما تخلص تخش على الفرعة اللي بعده. وتحلم تحنات وانت هشغال على الفرع اللي قبليه والتزمت بالله انا بقوله. كان زمانك كويس اول لكن احنا. لسه فيها مش عايزك تهلق. اوكي? ده بالنسبة للمين ريفيجنز. اه بيجي خطوة اخيرة. اللي هي كزا. عندك اربع حلقات. اربع سلاسل. عندك نزلت. بعدها نزلت. بعدين هتنزل ان شاء الله. اليومين الجايين. وسيف ماي الجيبرا. وسيف ماي الجيومتري. هينزله برضو مع سيف ماي دايناميكس عادي جدا. طيب. سلسلة سيف ماي دي. اه ايه فوايدها? اه اول حاجة هي بتبقى مراجعة بليفل اقل شوية. بوقت اطول. ففي كلا الاحوال انت مستفيد منها. كتير من الناس هتخش تشوف بتاعتي. بعدين تشوف اه سيف ماي كزا. اه اللي حد من التيم اللي معايا بيعملها مش انا بنفس اللي بعملها. هتشعر طبعا ان دي احسن بكتير. اه الشعور ده شعور طبيعي. اي حد هيتفرج على دي هيحس انها احسن من طب هي احسن ليه? لسببين. انا لسه قيلهم بس انت فكرك بطيط. السبب الاولاني شايف تيه سرساعة الصوت دي كده. السبب الاولاني ان هي بيتشرح فيها درس درس بمدة اطول. يعني انا مسلا لو شرحت شابتر وان في السامري ساعة لاروبا. هنا بيتشرح درس درس. مش شابتر شابتر. فبيتشرح الدرس مسلا لوحده في ساعة لاروبا. فالوقت فيها اطول. تانية حاجة المسائل اللي فيها بتتحل بشكل ابسط. بس الليفل اقل. فانت تلاقي مسلا سيف ماي دايناميكس. المسائل اللي فيها كلها ما تجيش نص صعوبة. بداش نقول كلمة صعوبة او سهولة. بس ما تجيش نص مستوى. خلاص? طيب. فهتحس طبعا انا لو بحل لك مسألة سهلة. وبعدين بحل لك مسألة صعبة. انت اكيد هتحس المسألة السهلة. اكيد هتحس ان الموضوع اسهل فيها. طيب ايه بقى انا دلوقتي اشوف سيف ماي دايناميكس سيف ماي ستاتيكس ولا اعمل ايه انا مش فاهم. ها ها. ولا اشوف صلي بنا عنك. اللي انت بقى مش فاهمه هو الهدف اللي انا عامك. اوكي? اللي اتنين مفتوحين معك. اللي اتنين كاملين نزل لك. طيب. الفكرة فكرة ايه? انت في سيف ماي دايناميكس. عمرك ما هتشوف الخمس حلقات. انت عندك خمس حلقات سيف ماي دايناميكس هينزلو لك ان شاء الله قرأيك. انت مش هتشوف الخمس حلقات الا لو انت ميت في الديناميكس. انت دلوقتي كطالب عندك مشكلة في شابتر اه فور? اه. بتاع الباور والورك اه والانرجي اه الدرسة ده صعب. فعايزة زبطه الاول. هتروح تشوف المين ريفيجن هتلاقي الموضوع يعني. محتاج واحد عارف شوية. فمش هتزبط معك المين ريفيجن. هتلاقي نفسك مش عارف تفهم منه قوي. فهتقوم رايح شايف سيف ماي دايناميكس البارت بتاع شابتر فور. خلصت? هتلاقي اه دايناميكس يوسف شريف اللي عاملها. هتلاقي بيشرح سامري بسيطة. اه بعدين بيبدأ يحل الدنيا حلاوة وظريفة جدا. وبيشح المسألة بالتفصيل. وبيحل المسائل او الافكار الاساسية. هتبقى بيرفكت في شابتر فور بنسبة خمسين في المية في المسائل. مية في المية كفهم. اه لو شفت سيف ماي دايناميكس او سيف ماي اي حاجة هتبقى مية في المية انت فاهم البيزيكس. بس كاليف المسائل انت لسه ما روحتش ليه. بعد ما تخلص سيف ماي دايناميكس شابتر فور هتقوم رايح للمين ريفيجن. يبقى الخطوات الصح. انت بتشوف المين ريفيجن الاول. لما تفشل في علاج المشكلة اللي عندك بتروح لسيف ماي كزا. اوكي? على حسب الفرق يعني. طيب. تروح للشابتر ده او للجزء ده. تتفرج عليه? تفهم كويس قوي? تحل مع يوسف هو بيحل المسائل. بعدها ترجع تشوف المين ريفيجن تاني وتحل المسائل بتاعت المين ريفيجن. طيب يا شربو ما ينفعش اكتفي. ها? بسيف ماي دايناميكس? انت بص. انت راد عزي فلا. ما انا بقول لا. لازم تشوف المين ريفيجن ده موضوع منتهي. ده موضوع منتهي. طب هل سيف ماي اي حاجة ممكن تزبط لي الفرع? لا. هي ممكن تزبطولك ظاهريا. يعني يتزبطولي ظاهريا. يعني انت ممكن بينك وبنفسك تشعر. شعور واهي غير حقيقي. آآ ان الفرع ده تزبط. زي فيه كتير قلت لك انا شفت شابتر وان بجد زبط لي شابتر وان وبقيت جامد قوي. ها? بقيت جامد من وجهة نظرك يا طلب. لانك لو روحت تحل المين ريفيجن قلت لها نفسك شعور تحل برضو. ها? ايه ده? يعني دي سكة? دي ملاش لازمة? لا. ما انا بتكلم هو يا جماعة? انا بحاول افهمكم. دي اعتبرها مرحلة تأهيلية. بتأهلك لايه? للمين ريفيجن. طب يا شربو. يعني انا لو فهمت من المين ريفيجنز كويس قوي قوي قوي. مش هحتاج اتفرج على سيف ماي اي حاجة? آآ آآ مش هتحتاجها. خلاص? بس مش هتحتاجها دي حالة نادرة برضو. لان اكيد مثلا في الكالكولوس انت عندك مشكلة في درس معين. فهتحتاج سيف ماي كالكولوس. طب لو ما عندكش اي مشكلة هتحتاجها في الديناميكس. اكيد عندك مشكلة في الديناميكس. على فكرة. آآ الطالب الشاطر ممكن يبقى شاطر في الكالكولوس جدا وبيفهمه. والستاتيكس ما عنده مشكلة فيها. فالنتيجة يعني مسلا سيف ماي استاتيكس كرفيجن احسن من المين ريفيجنز بتاعتي. لان الاستاتيكس ما فيهاش فهم. الاستاتيكس اغلبها افكار مسائل. فلو انت شفت سيف ماي استاتيكس تلاقيه احسن من المين ريفيجنز اللي انا عملها. باستثناء شابتر سري. او في شابتر كنت ايه? كان فيه فكرة. شابتر سري بتاع. اوكي? هتلاقي الرفيجن بتاعة شابتر سري احسن من السيف ماي استاتيكس. اوكي? طيب. ففي الاخر هتحتاج تحل المسائل اللي في سيف ماي استاتيكس برضه. اوكي? طيب. يبقى اول حاجة سيشنز. قلنا هنرجع لها امتى? لو انا مراكب. اللي من ريفيجنز لازم نشوفها فيها كل الافكار الاساسية. آآ المسائل فيها كل مسائل مركز الامتحالات المهمة. بعد كده هيبقى عندك كزا. سيف دي. سيف ماي كالكوس. سيف ماي ديناميك. سيف ماي الجبرا. الحاجات دي كلها بتكون مفيدة. ليك انت? لو انت عندك مشكلة في شابتر معين او درس معين. الموضوع بقى هنا كاستمايز. اوكي? يعني انت مسلا خلصت الالجبرا. هبدأ من ريفيجنز. وابدأ احل الكتاب الصغير. وانا بحل الكتاب الصغير. هلاقي ان انا عندي مشكلة في شابتر آآ سري. عندي مشكلة في الماتريسيز. والمين ريفيجنز ما زبطتهاش. هتروح شايف سيف ماي ديناميك. سوري. ايه? هتروح شايف سيف ماي الجبرا. شابتر سري. الجزء التالت. اللي هو بتاع والماتريسيز. يزبطولك. آه. مستحيل مايتزويتش. اوكي? آآ لان هو ده الليفل لازم اي حد يفهم منه. بعدها ترجع للمين ريفيجنز. طبعا واحد يقول لي طبعا لو كده يا مستح. انا جانت لي فكرة حلوة. ايه بقى هي? اه? انا عارف افكارك الوسخة. يقول لك انا اشوف سيف ماي الجبرا. بعدين اشوف دي فكرة حلوة جدا. بس خش متحانات السنة الجاية بقى. اه? فيش وقت تخش السنة دي خلاص? للاسف اه انت ضيعت وقتك كله. فطبعا احنا عمرنا ما هنعمل كده غير لم يكون عندنا مشكلة فعالية. زي بالزبط اللي ياخد دواء وهو ما عندوش مشكلة. طبعا انت بتاخد دواء بتقزي نفسك. فانا هاخد الدواء فقط لو انا عندي مشكلة بحاول عالجها. طيب بعد مش عارف ايه? في ايه بقى تاني? اه. عندك السلسلة اللي هتبدأ تنزل اه ابتداء من يوم سبعة او تمانية خمسة. اوكي? هنزل لك جدوى طبعا. بس انا دلوقتي بدرس بعمل كده. اه بشوف الطلبة خلصت ايه وما خلصتش ايه? اوكي? فهيبدأ ينزل السلسلة بتاعت دي بتبقى حلقات الحلقة لانت تخطى الساعة. وده كلام بقوله وخلاص لان في حلقات ساعتين. ها? بس هو الجنرال ان دي بتنزل حلقة كل يوم. وهي بتمقى فعلا ساعة لربع نص ساعة ساعة او ده كانت رغبتي. لكن في الاخر بتلاقي في حلقات ساعة ونص ساعتين خلاص. طيب دي بتنزل على فرعين بس. فرع الكلكلوس. وده اساسي. وفرع الديناميكس. وده اساسي. طب يا شربو بالنسبة للستاتيكس. بالنسبة للالجبرا. بالنسبة للسولد. مفيش عليها سكيرو الماينسيت. لا. لان انت برضو هفهمك حتة السلسلة بتاعت سكيرو الماينسيت دي بتبقى. سكيرو الماينسيت هي بيبقى في حاجات تنزل الالجبرا والسولد والاااا والستاتيكس. بس ما بسمها سكيرو الماينسيت. فكرة في ناس تقولك سكيرو المايند. دي. اه ش認 inscreور المايند دي? هي ماينسيت. اه ماينسيت يعني ايه ماينسيت? ماينسيت? اه. اقلية مش عارف اسمها. والله مش عارف بالعربي ايه? يعني يعني انا. اها المانيي مسلا لا انا انا مصري اه دي ا Bunce مش عارف اسم ماينه. المهم. سكيرو الماينسيت الهدف منها ان هي. بتوسع تفكيرك جدا بتعلي دماغك جدا 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 بتاخد الفكرة اللي كانت زمان فكرة مؤقتة بعمل منها موضوع باعتبرها درس يعني انت عندك مثلا احد الحلقات اللي في الحتة بتاعت اللي هو يجي يقولك انا عايز الرقم 1412 اللي هو عيد ميلادي اه يجي يقولك انا عايز الرقم 2000 دي كانت زمان مسألة هتلاقيني عامل حلقة على فكرتين فكرة وفكرة اللي هي بيديك فيها وي وي داش وتحل المعادلة دي كانت زمان مسألة ودي كانت زمان مسألة في منها فكرتين تلاتة انا هنا خدتها في حلقة عملتها موضوع وكأنها درس وخدت دي عملتها كأنها موضوع وكأنها درس فحلقة تقريبا مدتها ساعة بعمل فيها ايه بشرح الفكرة بحل مساء الأصعب شوية على الفكرة دي بوسع تفكيرك وبأمن دماغك عقليتك بأمنها ازاي بأن انت مثلا افرد هو جيف الامتحان أم لعب في الحتة دي وقال لك أنا عايز هيحط لك مسألة على وانت بتعرف تحلها بس انت مش فاهمها فأنا بأمن دماغك دماغك ودي أكتر حاجة أو أكتر سلسلة مراجعات عندك اللي هي لدرجة ومش قصد والله أشكر في نفسنا كده كده تنين ومغرور فمش نقصة لدرجة ان مدرسين كتير قوي كانوا بيشوفوا الحلقات بتاعت مدرسين وصحابي عادي وكان في ناس منهم بتكلمني في حتة مش فاهمينها أو في حتة عايزين يعرفوا أنا جبتها منين انت متخل انا بقوله بالذات في الكالكولوس ومش بقول كده عشان اقول لك قدي انا جامد انا بقول كده عشان اقول لك قدي ايه هي مفيدة قدي ايه هي عظيمة الحلقات دي انت لان تتصور انا عملتها ازاي وتعبت فيها ازاي ومدى استفادتها عليك انت كبني آدم قبل استفادتها عليك كمنهج أو كدرجات في النهاية اوكي فبيبقى في حلقات زي ما قلت لك وبرضو انا هنزل لك الجدول هيكون في الحلقات بتاعت دي كل حلقة محتوى هاي خلاص واستحالة تلاقي حلقة مش مفيدة ليك بس في بعض الحلقات انت لسه ما وصلتش للليفل بتاعها يعني مثلا ما يجيش واحد ما خلصت المين ريفيجنز في الديناميكس ويروح شايف حلقات الديناميكس انت بتهرج ده في حلقات الديناميكس انا اجيب لك المسائل اللي فيها قطرات الزيت اللي بتطقع على الميزان دي بقى واجيب لك واحد بيرفع الميزان واقول لك احسب لي راية الميزان انت متخيل اجيب لك واحد بيتمرن وزنه خمسة اه هو وزنه كم؟ خمسة بس لازم تبقى عارف انه هو بيرفعه فيه فبيبقى الوزن اللي هو شايله مش خمسة اكتر من خمسة ليه بقى؟ لان في الحالة دي بتكون بما انك طالع اكبر من اكبر من الوزن الحقيقي زي الاسنصير اصبح كأنك في ايدك ده اه اه اصنصير والوزن اللي انت شايله هو جسم جوه الاسنصير فدلوقتي وانت بتتمرن بتتمرن بوزن اكتر من خمسة وانت بترفعه لكن وانت بتنزله بيبقى أقل من خمسة الا بقى لو انت بتنزل ايدك حد فاكر الكلام ده هتلاقينا اعمل موضوع حلقة كامل عن جزء من جزء من جزء من درس حد فيهم حاجة؟ اه ها؟ شفت بتكلم ازاي؟ الله اكبر علي فالانا عايز اقوله ما يجيش واحد ما شافش ويجي لك انا عشان بقى فاكر ايه ده؟ اه هو انت لو رحت شلت في جيم وزن اه عشرين كيلو وانت اصلا بتنهج وانت بتطلع السلم هتبقى جامد؟ حبيب الحياة هدرجية خلاص؟ اه انا مش بحبطها بس انا قصدي ان شاء الله يعني فيه وقت وزي ما قلت لك هم سكير ومانسيب بتنزل حلقة كل يوم لكن هم مش مش هياخدوا الايام كلها هم عايشين حلقة هم عايشين حلقة هناخدوا الايام كلها تقريبا اه بس هي الحلقة بتزايا ملتلك بتبقى نص ساعة ساعة اوكي اه بنتفرج عليها بعد اما بنتفرج عليها اه بنحل المسائل تاني بيبقى نزل لك البي دي اف بتاع حلقة سكير ومانسيب بتحل المسائل تاني اللي هم بيبقوا كتير قوي تمن تسعة مسائل بس تمن تسعة مسائل اوكي؟ بنشوفها بعد مرحلة المين ريفيجن اه اخر مرحلة او اخر نوع فيديوهات بيبقى فيديوهات التبس عند تريكس اه هتلاقيني مسلا دلوقتي شايف ان في ناس عندها مشكلة في درس معين في السولد هروح حامل فيديو تبس عند تريكس سولد جومتر بارت وان ايه ده بقى؟ انا بديك مثال مش هعمل سولد انا بديك مثال ها؟ اه هتلاقيني بقولك بص خلي بالك الحتة دي تيه كزا وقصده كزا خب بالك وقت تبس حد فاهم الله بتكلم عليه؟ اه دي الفيديوهات دي بتكون ليلة الامتحانات يعني احنا انا فتحت الموضوع دلوقتي بس انا بقولك عشان تبعارف الخطة الجاية اه بما ان انت طالب معايا فانت بتدفع المراجعات الحصص المراجعات بتدفع تمانها اه خلال الشهر الونص الجايين بس اه الالة الامتحانات كلها ولا هتدفع اشتراك ولا هتدفع مراجع اي حاجة هتنزل ييم ما هتنزل على ايتيوب ييم ما هتنزل على ويب سايد كده كده الويب سايد بيكون مفتوح لك بالكامل الابليكيشن معاك اربعة وعشرين ساعة ببقى انا بفتح اصلا كمان على الابليكيشن بجاوب بنفسي ساعات اه ليلة الامتحان اوكي طيب اه اخر حاجة بقى هي الفترة الاخيرة في المراجعات دي سيبك من ليلة الامتحانات اه هينزل لك كتاب اه الكتاب ده فيه على كل فرع عشر او اتنشر امتحان اوكي العشر او الاتنشر امتحان دول هم اللي الناس طلعت عليها اشعة زمان وقال لك الامتحانات بتاعت شربيني لازم تحلها عشان بييجي منها امتحان اخر السنة ده احنا دخلنا امتحان مش عارف ايه لقنا المسائل بتاعت الامتحانات بتاعت وانا لازم احلها اه الاشعاعات دي اه اشعاعات يعني مش حقيقية خلاص هل الامتحانات اللي أنا بحطها بيجي منها مسائل في الامتحان أكيد هيجي منها مسائل عشان هي نفس المنهج أنا جاي بالمنهج بنعندهمي ها أنت حراج دلوقتي رحت أنا التزمت فيه يا جماعة حاجة اسمها أنا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله تاني هو في حاجة اسمها مواصفات الورقة الامتحانية مواصفات ورقة امتحانة إنها هيجي لك سؤال على في الفكرة المعينة دي الفكرة دي بقى عليها كم مسألة وليكن ستين مسألة الستين مسألة دول أنا بمسكهم بس هم عمرهم بيوصلوا ستين مسألة بمسك الستين مسألة بلاقي منهم عشرة قريبين من أفكار الوزارة اللي موجودين في مركز الامتحانات الامتحانات التجربية امتحانات السنين السابقة فبقول إن العشرة دول أفكار قريبة بقى محطتهم في الامتحان عشان أقرب غملة فدي آخر مرحلة اللي هي فانت بحطلك فيها المسائل بتاعت الامتحان بدربك على شكل الامتحان فلأنت لما بتحل المسائل بتاعت الامتحان دي أكيد هتخش الامتحانة تلاقي الامتحان شبهه لأن أولا هي نفس المواصفات بتاعة ورقة الامتحان بتاع آخر السنة أدي واحد اتنين أنا بفلطر الأسئلة اللي بتتكرر كتير يعني نقدر نقول إن دي توقعات شربنية لا دي مش توقعات شربنية دي امتحانات هتحلها في الآخر عشان هي قريبة من أفكار الوزار هيجي منها الامتحان لا وما فيش أي حد يعرف الامتحان ولو أي حد أو أي مدرس أسألك أنا هجيب لك الامتحان أو هديك أفكار قريبة من الامتحان زي ما أنا بقول كده أعرف إنه بيستعبطك يعني أنا بيستعبطك لا أنا بقولك اللي حصل صدفة السنة اللي فاتت سبحان الله أم راجل بشرح كالكلس منهج كالكلس بتاع سنوية عامة وإنت دخلت امتحان كالكلس سنوية عامة فليت أفكار شبه اللي أنا أديتها لك طب ما هو كالكلس يا جماعة أنت يا ابن عبيد ما هو نفس المنهج أو أنا بشرح منهج تاني خلاص طيب في آخر مرحلة هي زي ما قلتلك بتبقى الفاينال اجزاميناشنز دي بينزلك فيديو طبعا لحل كل امتحان سواء عشرة أو يعني فيه فروع عشرة وفيه فروع اتناشر أوكي ده دي بند على عدد المسائل اللي موجودة اللي أنا عايز أحطها طيب أقصى حاجة اتناشر امتحان الامتحانات دي يا صديقي بتنزل ايه اسمه ايه ده كتابه لإيه حل لوحدك ايه الاجزاميناشنز دي والله مش فاكر كتابه لإيه ها هينزل لك كتاب فيه ناس كتابة بتسألها ابقى فيه كتاب مراجع ولا لأ هو أنت حضرتك معك كتاب في كل فرع الكتاب اللي انت اشتريته في كل فرع ده بيبقى معك تابين تانيين اضافيين معك تاب المراجع الصغير ده فيه سامري وفيه المسائل بتاعة مركز اللي امتحانات اللي قلت لك عليها ومعك تاب امتحانات على الفرع نفسه غير المين بوك أصلا بيكون فيه شرح يعني انت مش محتاج كتب مراجعة طب وما ليه الكتاب اللي أنا بتكلم عليه الأخير ده ده هيبقى كتاب الامتحانات اللي أنا بقوله الكتاب ده هيبقى فيه فيتشر جديدة أنا عملتها لكم السنة دي بناءة على طلبكم بس أنا استجابت متأخر شوية ان الكتاب ده موجود فيه المسائل محلولة بالشرح اه مش انا قلت ان بيبقى فيه عشر تقريبا من عشر اتنشر امتحان بفرض ان هو عليه عشر امتحانات على كل فرع اذا هيكون فيه اربعين امتحان عشر على كل فرع ده مثلا اوكي الاربعين امتحان دول هتلاقيهم موجودين في الكتاب السؤال محلول بالشرح يعني السؤال الاول تحتيل حل بتاعه بالشرح التفصيلي اه فده هيوفر عليك كتير قوي اه بالاضافة انه كده كده انا هنزل فيديو احل فيه الامتحانات دي الامتحانات دي خاطرة جدا 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 الامتحانات دي لا تقلق اهمية عن المين ريفيجنز ولكن الحياة خطوات بمعنى المفروض احل المين ريفيجنز الاول وفهمها كويس بعدين احل الامتحانات دي الامتحانات دي هنسيبها للاخر اوعد حد يهلى دلوقتي الكتاب هنزل قريب هتشتري الكتاب اشتريه بس اوعى 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 تحل الامتحانات دلوقتي لان دي في الآخر ازاي يا مستر انا خلصت وعايز احل ازاي خلصت خلصت ايه خلصت خلصتها خلصتها لو انت خلصتها هتلاقي نفسك يوم عشرين خمسة فعشرين خمسة لو بدأت تحل الامتحانات دي فترة مناسبة كده يا ريت تعمل كده. طب يا شربو انا هلحق اخلصها? لا مش هتلحق. انا مش عايزك تلحق تخلصها. انا عايزك تحلها جزء منها والجزء التاني لالي الامتحان. وتحلها تاني. يعني انت الجزء اللي خلصته قبل كده هتحله تاني لالي الامتحان. او تبص عليه بصة سريعة. ده يبقى الرفرنس الاخير لك. لالي الامتحان. اللي هي دي. المسائل دي طبعا مش محتاجة اقكد لك على اهميتها. مش محتاجة اقول لك انا اتعيب تقديه عشان احط المسائل دي. او عشان اخترها لك. اه لو انت طالب معايا بتاخد معايا. الكتاب ده اساسي لازم تحله. لو انت طالب مش بتاخد معايا بتشوفني. او لو انت ذي جزيمي لك مش بياخد معايا ما تخلهوش ياخد معايا بس خليه جيب الكتاب ده. اظن الكلام واضح. خلاص? اه العلم مش حكرة على حد معين. العلم مش حكرة على الطالب اللي بيتفعل فلوس. الكتاب ده مهم جدا وخطير جدا جدا جدا. يحله بس في الاخر. اوكي? طيب اه انا كده خلصت. اه الخطة بتاعتي في المراجعة. خطة عايز اشرح. مفيش سيف ماي خطة? عسل اشاربو. طيب اه كده خطة انا مش فاعم اعمل ايه برضو. يعني دلوقتي طالب باتفرج عليك. مش عارف. اعمل انا ايه دلوقتي? هقول لك. اخر حاجة بس اقولها. خلاص? بمناسبة الخطة دي كلها. هيبقى فيه ان شاء الله ووركشوب في السنتر. اوكي? انا دلوقتي بدرس الموعيد. وبشوف الوقت المناسب اللي نقدر ننزل فيه. هدف الووركشوب اللي في السنتر دي? ولا اي حاجة علمية. هدف الووركشوب اللي في السنتر? انك تشعر بالطمقنينة. انك تعد تحل. اه سواء انا موجود. الاسستنز موجودين. اه انت بس حاسس بالطمقنينة. حاسس ان انا معاك. يعني هي ملهاش افادة علمية. لأ مفيش حاجة اضافية هقدر اعملها لك عن الاونلاين. يعني ايه يا مستر انا هاجة دائع وقتي? اكيد انا مش قصدي كده. انت هتيجي تستفيد جدا. بس اللي انت هتستفيده جدا هو موجود في الاونلاين. بس بدل ما هتحضر اونلاين هتحضره في السنتر. اه. طب انا احضر اونلاين ولا سنتر? يعني كده كده اللي هنعمله في السنتر انا مش هشرح برضو زي ما قلت لك هي بتبقى عشان تحل. فاول موضوع كله موضوع نفسي. انك بتطمقن انك تقعد تحل. اه بس. خلاص? فالوركشوب دي برضو انا هنزل موعدها. مع موعد الحاجات اللي هنزلها ان شاء الله. اه الفيديوز بتاعتي. اوكي? انا بس بدرس الدنيا فيها ايه? الاول. طيب. حتة المراجعات. مستر انا مش فاهم. انا دلوقتي. بصوا بقى. كل واحد عايزني انا اكاستمايز الريفجن لي. وده مش صح. ايجي واحد يقولي طب انا دلوقتي بصوا جنرال. اغلب الناس اللي انا كلمتها كانت ماشية ازاي هقولك. اه انا خلصت كل الفروع. بس في خمسين في المية منهم. خلصوا. ولسه هم دلوقتي في السولد جيومتري ما خلصوهاش. وده الشائعة. وفي ناس تانية ما خلصتش بس شافت الديناميكس. ولسه ما خلصوش السولد. وده بردك شائعة. وانت غيرهم. فبعتبر نفسك شائعة. طب احنا هنعمل ايه? احنا هنمشي خطوة. واحد. لو انت مراكم يبقى هتخلص الحصص اللي عليك كلها. ولازم تحل الكلاسورك. ما فيش وقت تحل هومورك. تحل الكلاسورك بس. بعد كده المين ريفيجنز. بعد كده لازم تحل امتحانين على كل فرع من الامتحانات الاساسية اللي في الكتاب بتاعي. اللي هي المودلز. مش او 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 دول صعبين. هتحل الامتحانات الاساسية. امتحانين على كل فرع. امتحانين على كل فرع. بعد ما تعمل كده. تقدر بعدها. طبعا انت لما تكون لسه حالة. اسمع دي. لما تكون لسه حالة للمين ريفيجن. وبعدين تيجي تحل الامتحانات اللي بقولك عليها دي. هتلاقي الموضوع حلاوة. تلاقي الامتحانات سهلة جدا. اوكي? اهم حاجة تعمل ده بنفسك. بعد ما تخلص دول. هتبدأ بقى حلقات ايه? بس قبل ما نخش على لو انت واجهت اي مشكلة في المين ريفيجن هتشوف ما كزا. خلاص? في الدرس اللي انت عندك فيه مشكلة. يبقى انا دلوقتي اعتقد ان انا وضحت كل حاجة بس انت تهت مني. الموضوع باختصار. انت هتكاستمايز الريفيجن ليك. في النهاية انا عايزك تكون خلصت. الحصص الاصلية. بعدها المين ريفيجن. بعدها 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 اللي هي الكتاب الاخير اللي انا لسه هنزله. اوكي? ده الخطوات اللي انا عايزك تمشي عليها. في النهاية في البداية سوري. في النص يعني انت وانت بتشتغل في مين ريفيجن ممكن حاجة توقف معاك في الكالكولوس. فانت عندك سيف ماي كالكولوس هنشوفه زي ما اتفقنا. سيف ماي دايناميكس هنشوفه زي ما اتفقنا. ادي حاجة. تانية حاجة بعد ما تخلص المين ريفيجنز قبل ما تخش على حاول تحل امتحانين. دي مش حاجة اساسية ولكن يفضل. حتى انا قبل هتلاقييني في اول حلقة بحل الامتحان التجريبي بتاع السنة اللي فاتت. باي دا وي. السنة دي ما نزلش امتحان تجريبي. خلاص? فهو امتحان التجريبي قال لك نفس الامتحان التجريبي عشان هو ما غيروش حاجة. ده الوزارة. نزلت كم اسئلة مفاهيم كده? ملايش قيمة. مش وحشة ملايش قيمة. اللي هي المفاهيم والحاجات اللي احنا عارفينها. ها ها. الوزارة نزلت سنة دي اسئلة اللي هي اصلا احنا عارفينها. فما فيش اضافة حصلت. خلاص? طيب فانت هتعمل ايه? عشان برضو فيه ناس بتكلم لي بتقول لي فيه مفاهيم مش حاجة نزلت. اه فيه ورقة مفاهيم واسئلة. الوزارة نزلتها السنة دي ملايش دعوة بيها. سيبك منها خلاص. اوكي? طيب فانت مش ملايش دعوة بيها عشان هي مش مهمة. هي ما اضافتش حاجة عن اللي احنا خدناه. خلاص? آآ بس كده. فانت بقى تكاستمايز الموضوع عليك. والله انا ما خلصتش الجبرا. خلصها. ما شفتش في الكالكليف. شوفها. ها ها. طب انا عامل ازاي ده يا شربو يعني انا حسن ما فيش وقت. لا فيه. ها ها. الموضوع بسيط. ايو ايو. والله فيه. انت حسن ما فيش وقت. لكني بأكد لك آآ ان فيه وقت كويس جدا. آآ آخر سيكشن اخش عليه دلوقتي. هو شوية نصايا. فانا اش بقول لك النصايا هتلاقيني بقول لك تعمل ايه لو انت حسن ما عندكش وقت والكلام ده كله. لكن من ناحية فيه وقت ولا ما فيش? لا هو فيه وقت وفيه وقت كويس جدا. وبازن الله هتلحق. انا مش بشجأ. انا مش امك. مش امك وبقول لك حبيب ما تخافش هتلحق. لا هو فعلا فيه. هو دلوقتي فيه وقت. لو انت كلمتني بعد تلات اسابيع اقول لك خلاص اللي زاكر زاكر. خلاص? لكن انت دلوقتي عندك وقت جدا تقدر حتى تضغط نفسك لو اتزنقت قوي لقدر الله تضغط نفسك في وقت الاحصى والعرق والدين والتربية الوطنية والكلام ده كله تضغط نفسك وتزاكر وتزاكر في العيد بحيث ان انت في الاخر تلحق. خلاص? آآ تعالوا بقى اقول لك شوية نصايح عشان نقفل فيديو عشان انا تعبات. طيب آآ تعالوا نخش على النصايح طبعا انت تعطي حزن ان انا شيلت اللي بتاعها بتاع كتفي. ممنوع جدا ان انا شيله. وحاجة مؤزية بس انا شيلت عشان بجد خانقني. حس ان انا مشلول. آآ ادغول يا جماعة خفة بسرعة. آآ انا جاي انصحك. واحد زي انا بانصحك وانا اصلا شيلت البتاع اللي هو اصلا بس هو بجد وحش قوي يعني. فما تبقاش تعمل لانا بعمله. بصة انا هنصحك شوية نصايح هقول لك الصح. خلاص? اللي انا مش لازم اكون بعمله. اتفقنا? طيب اول نصيحة ودي انا مجربها ما فيش اي حاجة بقولها لك ما بتكونش حقيقة او ما بكونش واثق منها لان لو مش واثق مش هطلع اولها. اول حاجة لما تيجي تعمل جدول او خطة بتعمل خطة يوم بيوم. بمعنى انا مسلا مترجط ان في خلال الشهر ده عايز اخلص اكس واي زد اي حاجة اوكي? طيب الخطة دي عشان تخلص والله انا لو خلصت النهاردة كذا وخلصت النهاردة كذا وخلصت النهاردة كذا. فانت عملت خطة للشهر كله. مفيش مشكلة. بس الفكرة ان الخطة دي لا يمكن تطبيقها. آآ خطة المدى البعيد دي محتاجة واحد اصلا دارس. حاجة زي كده. انا حاولت اعملها كتير جدا دايما بتفشل. الصح يبقى يا صديقي. صلي بينا على النبي واسمع اللي اقول. عشان تعمل خطة للمذاكرة اللي هتذاكرها او للحاجة اللي هتعملها. هتيجي كل يوم بالليل. قبل ما تنام. قبل ما تنام مش لازم قبل ما تنام على طول يعني ومش داوة. هتعمل ايه بقى? هتكتب بص انا بكرة هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. وتنام. تصحى الصبح ده وقت التنفيذ. هتصحى هتفطر آآ لو بتلعب رياضة او بتتمرن يا ريت قوي تتمرن آآ وتفوق وبعدين تبدأ تذاكر. خلاص? آآ او حد يفتكل ان الوقت اللي بتضيعه في الرياضة ده آآ او الوقت اللي بتضيعه في النوم الكويس. انا لسه هجيلك في حتة النوم دي. ده مضر وتضيع وقت بالعكس. الحاجات دي هتزود فعليتك وقدرتك على المذاكرة والكواليتي بتاعت المذاكرة. اوكي? فهم حاجة خطة تعملها بالليل. يعني مثلا النهاردة انت قررت انك هتذكر آآ هتشوف حلقة وهتعمل مش عارف ايه وهارجع كزا وهحل امتحان فيزيكسي مثلا. انا بديك ايه مثال. انا معرفش انت وراك ايه? انت اللي عارف اوكي? فانت قررت انك تعمل كده بكرة. بس خليك واقعي. يعني مش عايزين افلام. مش مش هتطيل في الجو. خليك واقعي. عشان لما ما تلحقش تعمل الخطة كلها ما تحبطش. وفي نفس الوقت ما تبقاش اوفر. يعني ما تبقاش ايه? انا بكرة هزاكر هشوف حلقة بس. طيب ما ده كده قليل قوي. خلاص? يعني ولا كده ولا كده. لو في حاجة مالحقتش تعملها عادي. هترحلها اليوم اللي بعده. وده امر طبيعي جدا. خلاص? وعشان كده اقول لك حطها يوم بيوم. النهاردة ذكرت خلصت. هتيجي في اخر اليوم هتمسك الخطة اللي انت كنت عاملها للنهاردة. هتلاقي واحد اتعمل اتنين اتعمل تلاتة اتعمل اربعة مالحقتش تخلصه كله. فهتعرف لو عندك مشكلة تعالجها اليوم اللي بقى انت كده عرفت انت ليه ما الحقتش تخلصه? فهتقول لأ بص انا بكرة بقى ان شاء الله مش هعمل كزا. فبكرة خطتي اه واحد طبعا هيبقى تكملة اربعة اللي انت ما كملتهاش. واتنين وتلاتة اربعة تعمل خطة كل يوم. دي انجح طريقة من وجهة نظري عن تجربة يعني للجدولة. اوكي? تاني حاجة. اه تنظيم الوقت. بيستلزم تنظيم حياتك. بيستلزم تنظيم نومك وتنظيم اي حاجة شبه نومك. زي الاكل. زي الوقت المذاكرة. زي كل حاجة. طيب فانت عشان تنظم وقتك. اسلم طريقة ما انا اقول لك حاجة هي اللي يعني يفضل تتعمل. انا ما اعملهاش بس هي يفضل تتعمل. في الفترات اللي حاولت اعملها فيها والله نجحت معاها جدا. اللي هي ايه بقى? هتنام بدري وتصحب بدري. اللي اقوله ده بجد والله مش بهزر يا جماعة. هيتحس انها يغسل سنانك قبل النوم وبتاب. بس والله العظيم بتكلم بجد. انا لما اجربت اعمل كده حياتي اختلفت تماما. اه هتنام بدري وتصحب بدري. بمعنى هتسبت مواعيد نومك. اه افضل وقت للنوم هو من الساعة تسعة للساعة اتناشر ماكسمم. اوكي? من تسعة الاتناشر. هتنام من تسعة الاتناشر. بعدين تصحى اه افضل وقت للصحيان من الساعة خمسة للساعة سبعة تمانية ماكسمم. بعد كده ده مش هيبقى احسن وقت. طيب ميستر لو انا مش متعود ومتعود انا متاخر واصحة الدهرة واصحة العصر. اه ده غلط. هل ده معنى ان انت فاشل? لا. هل ده معنى ان انت كده مش هتذكر تبقى حماريا? لا. بس ده كان احزا زي الناس اللي بتلعب رياضة والناس اللي بتلعبش. اللي ببيلعبش رياضة. اه هو مش هيموت. عادي. بس كان الافضل تلعب رياضة. انا بقولك على الافضل. يعني حتة مسلا انا قلت لك اول نصيحة تعمل جدول يوم بيوم. طب اللي بيعمل جدول كل شهر. جدول شهر. اللي بعملش جدول اصلا. اللي سيبه على الله وبيصحى يشتغل. فيش مشكلة. بس الاحسن انا بديك النصائح الاحسن. الحاجة المهمة اوي 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 مسلا. هي انك تحل اكتر ما تشوف شرح. او ما تشوف حال. يعني انت تحل بيدك. احسن ما تتفرج على الف واحد بيحل او بيشرح. دي ما فيهاش نقاش. دي مش نصيحة. اعتبارها امر. انا بقول لك اعمل كده. الموضوع ده ده مش نصيحة. بعكس اللي انا بقوله دلوقتي. انا مصنفه نصائح. اوكي? طالت نصيحة. ايه ده خط يوحش اوي? اه. ما تخليش حد يضحك عليكم للمدرسين. تخليش حد يقضي يقول لك انا هحل لك الف سؤال. انا محدش هينجحك. اه? لا انا ولا غيري. اه انت بس اللي هتنجح نفسك. حاول تتعلم لنفسك. درجة سنوية عامة مش هي اللي هتخليك من قادة ما اقولت الكلام ده كتير. اه حاول تكون افضل عشان نفسك. قبل ما تكون افضل عشان تجيب درجة احسن. فما تسمحش للمدرس يتجر بيك. يقول لك انا هحل لك اه الف ومئة امتحان. مش بعدد الامتحانات ومش عدد الاسئلة. ويقول لك انا هرجع لك المرهج من الاول. لو انت مش عارف اي حاجة. تعال يا صديقي. انا بحط ايدي ايه يا عم في ايه? ما تسمعش الكلام ده خالص. اوكي? اه ايه? رابع نصيحة. زاكر صح? احسن ما تزاكر كتير. دي طبعا انا كلمت عنها انك محتاج تحل بايدك. مش تزاكر وخلاص. حاول دايما انت بتحل اه ما تسهلش. بمعنى يعني مثلا حتى في مادتي. اه ما تجيش تفتح الابليكيشن تسأل. هتقول لي ايما انت موفر لنا ابليكيشن اربعة وشرين ساعة او ايه او كده. لأ. ما انا موفره لك وبقول لك انا هو بقول لك. ما يبقاش ده اول حاجة تفكر فيها. اول حاجة لازم تحول مرة واتنين وتلاتة. بعد كده اسأل على ابليكيشن. اوكي? حاجة كمان مش عارف انا قلتها لكم قبل كده ولا لا انا عامل كشكول كده. كنت زمانه نفسنا عام معنى ها. بعمل كشكول بكتب فيه كشكول الاخطاء. اوكي? كنت كنت مالي مسلا ورقتين تلاتة منه. كنت بكتب فيه الحاجات اللي انا بغلط فيها دايما. مثلا انا بغلط في مسألة انا بميل قانون اه ها. خضرتك في مسائل الالجبرا ما بتميلش القانون بتحلها بالقانون بتاع الجنرال تيرب مع ان هي تتحل بقانون فتعمل ايه? تكتب كده في كشكول اخطاء بتاعك. ابقى خد بالك من الريشيو نقطة. شفت الجملة دي? هتفضل في ذهنك? هتفضل فاكرها? لما يجي لك سؤال بعد كده هتفتكره على طول. وصدقني. قعد كل يومين تلاتة كده بص في كشكول اخطاء ده. وبقى يعني بص. قول علاقة ما فهمش اي حاجة. لو لو ما لقيتش نفسك تحسنت بشكل كبير جدا في المشاكل دي. وهتبدأ المشاكل تتقلص. تتقلص يعني اتقلها? مش عرفك ضعيف العرب. اخر حاجة الهدوء. اه عايزك تبقى هادي. يعني يا بقى هادي. شايفني مجنون قدامك? لا مش عايزك تبقى هادي بالمعنى ده. عايزك تكون اعصابك هادية. عايزك ما تتوترش. اه. عايزك متصالح مع نفسك. انا دايما بحاول اوصل لك الموضوع ده. بس انت ما بتفهموش. التوتر دايما مش في صالحك. في اي حاجة بتعملها في حياتك حتى قدام ان شاء الله. اه تبقى بني قدم كويس ربنا يكريمك. التوتر عمره ما بيكون في صالحك. التوتر دايما بيقزيك. خلاص? والهدوء دايما بينجدك. طيب. اه ازاي تبقى هادي? انك دايما تبص للموضوع بتعمق اكتر. كل حاجة في الاخر بتعدي. كل حاجة في الاخر اللي هيحصل هيحصل. حاولت تمنع حدوثه ممكن يحصل برضو. حاولت تخليه يحصل ممكن ما يحصلش برضو. سبتها على الله. ممكن يحصل وممكن ما يحصلش على حسب المكتوب ايه? اه انت مش عايز تتكلم في الدين على حسب الحظك. ها ها? شوف عايز تسميها ايه? اوكي? طيب. فالله انا عايز اقوله انا ممكن اساعدك ازاي تبقى اهدى? اه انا بأكد لك معلومة. قلتها في اول السنة وبأكدها لك اهو تاني. انا مش هسيبك. خلاص? اه اصلا انت مش خطبتي. ها? شوف مرضو تفهمش الكلام غلط. لك انا مش هسيبك يا شربو. لا. مش مش هسيبك مش معناها ان انا احبك. اوكي? مش هسيبك معناها ان انت على المستوى العلمي انت هتلقيني دايما جنبك. على المستوى العلمي انت هتلقيني دايما خاف عليك. اقسم بالله ورحمة امي ورحمة امي ورحمة امي. اه انا كعلم وكدراسة وكماثماتيكس انا عمري ما هبخل عليك بحاجة والله لو هموت والله انا مؤمن ان لو هموت في مقابل العلم اقسم بالله لاموت انت ممكن تكون بتتفرج عليها دلوقتي لو انت مش بتقوم معي من اول السنة او ما تعرف مش كويس تعتقد ان اللي انا بقوله ده كلام عبيد اي كلام خلاص لكني اقسمت بالله انا لو هموت في سبيل العلم انا موافق خلاص اه يعني يا مستر انت ممكن تخسر حاجة عشان نقل اخسر الف حاجة عشان نقل معادة طبعا كرامتي والحاجات دي اوكي اللي هي الحاجات الاساسية يعني اخسر فلوس انا لما عملت لك الاي اي اي ده انا بدفع بالدولار خلاص انا مش هقول ارقام عشان ما تتحسبش ان انا بزلك بس انت لا انت اتخيل انا بدفع اديه عشان ابدفر لك فيتشر الاي اي اي اللي اي اصلا هتساعدك في باقي المواد اللي 24 ساعة الونلاين تيتشرز دول انا باخسر كتير في سبيل العلم في سبيل انك تتعلم لان انا لو ما كنتش عملت كده انت برضو كنت هتاخد معايا مين منك يا جماعة لو انا ما كنتش بدل ما اعمل 24 ساعة اسئلة عملتها 6 ساعات بس واصلا ما فيش مدرس عامل 6 ساعات اسئلة دي انه هم يردوا في نفس اللحظة لو عملتها 12 ساعة لو ما كنتش عملت اي اوي هل انت مكتش هتاخد معايا مثلا كنت هكسر حاجة انما انا بعمل كده في سبيل العلم وده ولا حاجة من اللي انا بعمله او اللي انا مستعد عمله فانا عايزك تبقى متطمن ليلة الامتحان انت بيبقى عندك تقريبا قبل الامتحان 3 ايام مثلا اليوم ده انا بنام فيه عادي اليومين دول انا بفضل مطبق اليومين لحد ما انت تكش الامتحان ده مجازا ده حرفيا اليومين دول انا بفضل موجود صاحي ما بنامش خالص اليومين دول ممكن انام اليوم ده شوية اليوم ده ما بنامش خالص لحد ما انت حضرتك تخش الامتحان فانت اي مشكلة هتواجهك انت هتلاقيني موجود ده على المستوى العلمي خلاص لانا مش بحب المحمي انا شخصيت يا جماعة طف شوية خلاص فمش بحب مسلا حد يجي يكلمني واحد ولا واحد يجي يقول لك اصلا انا بص يا مصر بصراح انا متوتر انا كتفاصل انا مش فاهم انت متوتر انا عاملك ايه انا يعني ما تتوترش بس انا مش قصدي كده قصدي مش مش دل مش دل انا اقصده انه هبقى جنبك فيه انا اقصد اللي هبقى جنبك فيه هتلاقيني مثلا موجود لقيت حد عنده مشكلة في الدرس معين او حاجة هتلاقيني برد عليه انا اقول له طب خلاص مش عارف ايه واشرحوله اه اعمل له فيديو هتصرف علميا اوكي اه طيب ده انا بقوله ليه بقوله عشان عايزك متطمن اوكي اه مش عايزك تبقى الان عايزك تبقى هادي اه انا في الفيديوز ما يعني مش بعرف اتكلم قوي فبتسرح مني الوقت اوكي ربنا معاكو واتمنى ان انتو تبقوا كويسين باي باي